بداية الحصة الثانية تحت مسمى أو تحت عنوان الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 بداية أود أن نتوجهها بجزيل الشكر وغامر الامتنان لمنظمة الإيسسكو ولجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتوفيرها هذا المناخ وهذا الفضاء التفاعلي لمناقشة موضوع موسوم بالراهنية ألا وهو موضوع جائحة كوفيد-19 كما يقال في خضم كل أزمة هناك فرصة وجائحة كوفيد-19 شكلت الامتحان الحقيقي والتجسيد الواقعي للأزمة أو الكارثة المستدامة والتي لا تخضع للمعايير الموضوعية للاستشراف وتوقع النتائج فقد شكلت جائحة كوفيد-19 تجربة استثنائية وغير مسبوقة في التاريخ المعاصر لأنها انتقلت من دائرة الاهتمامات العلمية والصحية والطبية إلى دائرة أو خانة التهديدات الأمنية في مفهومها الشامي وهذا التطور والانتقال من دائرة الاهتمام العلمي والطبي إلى دائرة التهديد الأمني أفرز ما يُصطلح عليه الآن بأمننة الجائحة أو جائحة كوفيد-19 وهذا الانتقال وهذه الأمنة التي تجسدت سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى التدابير المتخذة فكما عين الجميع أنه مع بداية الجائحة ظهر الوباء فبادرت منظمة الصحة العالمية إلى إزدال وصف الجائحة على هذا الوباء وبعد ذلك ظهرت مجموعة من الخطابات التي تنتقل بالوباء من مفهومه أو نطاقه الصحي الضيق إلى مفهوم التهديد الأمني الواسع كما عين الجميع الرئيس الفرنسي استعمل عبارات تنهل وترشح من معجم الحرب عندما اعتبر بأن الوباء هو العدو الحقيقي وعندما سمى المستشفيات على أسس أنها مصرح أو ساحة الحرب الحقيقية أيضا نجد رئيس الوزراء البريطاني رئيس الوزراء الإيطالي استعمل أو اقتبس مصطلحات من معجم تشرشل أيام الحرب العالمية الثانية عندما قال بأننا نعيش أحلك الأوقات ثم لاحظنا كيف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بدعوة قانون الإنتاج الدفاعي الذي ينهل من الحرب الباردة إذن الدروس المستخلصة أود أن أركز لأترك الفرصة لأسادة الدكاترة للإدلاء بدلويهم الملاحظة الأساسية كما تحدث الزملاء في الصباح لاحظنا كيف أن الإشاعة أو الأخبار الزائفة أججت التصور الانطباعي للمواطنين على الأزمة فجميع المواطنين في جميع البلدان العالم أصبحوا ينظرون أصبحوا ضحية التهديد أو الخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته وهذه المسألة هي التي أفرزت نوع من السلوكات والأنماط المعيبة مثل الإقبال المسرف في اقتناء المواد الغدائية ندرة الأدوية قطع المسالك الطرقية أي أن هناك نوع من الفوبيا التي أفرزتها الإشاعة هنا أود أن أؤكد على أن كأمنيين التعامل مع الإشاعة ليس بالمسألة السهلة وليس بالمسألة المستخيلة فهناك فعلا الإشاعة الحجم والتهديد أصبح كبير مع جائحة كوفيد 19 لأنه كما تفضلوا الزملاء الصباح تحدثوا عن لكن يجب أن نتحدث أيضا عن التكلفة المالية للإشاعة فتقدر التكلفة المالية أو الخسائر المالية للإشاعات في زمن كوفيد 19 بـ 78 مليار دولار قد يبدو هذا الرقم مخيف أو مبالغ فيه ولكن عندما نعاين حجم الخسائر الآثار الجانبية فأعتقد بأنه رقم غير مبالغ فيه ولكن كحلول عملية ماذا يجب أن نقول للمواطن العادي أو المستهلك العادي للأخضار التي الناشئة أو التي توفرها وسائط الاتصال الجماهري يجب أن نطلب أولا من المواطن العادي أن يتريت 30 ثانية فقط قبل التفاعل مع أي خبر لأنه الخبر بغض النظر عن صحته أو صوريته عندما يطرح للتفاعل من الذي يجعل منه حملة ممنهجة أو بروباقاندا هو التفاعل الآني أي نقرة الإعجاب أو اللايك أو إعادة التقاسم أو إعادة النشر هنا نصبح أمام قرة تلج هادرة وهنا نكون أمام ناس بشكل لا إرادي يصبحون جزءا من البروباقاندا لهذا أطلب من المواطن العادي أو الإنسان المستهلك العادي المهلومة أن يتريت 30 ثانية قبل التفاعل الفوري مع الخبر بغض النظر أو بصرف النظر عن صوريته أو حقيقة هاتلة يجب تقسمه إلى ثلاث مراحل أولا يجب للمستهلك العادي أن يطرح سؤالا هل هذا الخبر صحيح أم أنه مشهوب بالتحريف إذا ساوره الشك بأن الخبر غير صحيح عليه أن يتير النقرة أو فأرة الحاسوب إلى الأسفل ليطالع على الأقل عشر أو خمستاشر تعليق من التعليقات التي تفاعلت مع الخبر فإذا تبث لديه أن هناك تناقض أو تباين كبير ما بين التعليقات وأن هناك من يشكك فعليه أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة من ضمن هذه 30 ثانية التي نطلبه منه أنه يتريت فهذه المرحلة الثالثة عليه أن يراجع مصدر الخبر فدائما يقول بأنه إما بالديب فيك أو الأخبار الزائفة التي تقتصر على الصور يقول بأن المصدر هو قناة الجزيرة أو قناة سكاي نيوز أو قناة سين إن عليه أن يراجع المصدر إذا تبث لديه بأن المصدر لم ينشر هذا الخبر فعليه أن يفطن إلى أن هناك بأنه أمام خبر زائف وأنه عدم مشاركته أو عدم تقاسمه أو عدم مقره لخاصية الإعجاب أو أي وسم فإنه يكون قد ساهم في وعد هذه الخبر الزائف المعطى الثالث الذي أود أن أتحدث عليه في هذه المسألة وهو أن الجائحة فرضت تطوير وتنويع آليات الإعلام الأمني فالمؤسسات الأمنية وجدت نفسها في خضم جائحة كوفيد 19 أمام سيل كبير من الأخبار الزائفة أمام وجدت نفسها في صلب أو قطب الرحافي في تدبير جائحة كوفيد 19 إلى جانب الأطار الطبية وشبه الطبية فالمؤسسات الأمنية كان عليها أولاً أن تقوم بتحين وملائمة المرفق العام الشرطي بصفة عامة مع إكرهات الجائحة لأنه كان علينا أولاً أننا نبقى في الشارع العام لتدبير حركية وتنقلات الأشخاص عملية الإجلاء عملية ضبط التنقلات العرضية أو الخطيرة لبعض المواطنين كان علينا أن نحرص على حماية الأمن العام وممتلكات الناس بعد فرض إجراءات العزل الصحي أو الحجر الصحي كان علينا أيضاً أن نبقى نقوم بتدبير الخدمات الأمنية الاعتيادية الكلاسيكية مثل الوتائق الإدارية وإلى غير ذلك وسندات الصفار إلى غير ذلك ولكن هذا فرض علينا أيضاً أن نتخذ مجموعة من بروتوكول جديد الذي يضمن استدامة المرفق العام الشرطي أن يجب أن لا يمرض جميع الشرطيين فنقوم بإغلاق المؤسسات الأمنية فالتشييع الفوضى كما قد تعرفوا بأن أغلب الإشاعات التي تناسلت خلال الجائحة الصحية ركزت على هدفين أساسيين الهدف الأول وهو استهداف مراكز تقل وهما الأطر الطبية والشيفة الطبية والمرافق الطبية ثم المؤسسات الأمنية لأن استهداف هذه المرتكزين الأساسيين هو الذي يمكن أن يمكن بعض التنظيمات الإجرامية أو المشروضة بعدم الشرعية النفاذ أو الولوج إلى الهدم أو التقويد منها الداخل لذلك كان علينا أن نقوم بتوطيد وتطوير آلية التواصل المؤسساتي الأمني قمنا بخلق آلية للرصد واليقادة المعلوماتية قبل ظهور أولى الحالات في المغرب لأن لاحظنا بأنه في الدراسة التوقعية بأن الوباء سيصل إلى المغرب وبأن المغرب حتى التقاطع سوف تكون هناك إصافات كبيرة هذه الآلية التي يقضى الرصد واليقادة كانت تتكون من خبراء في المعلومات ومن ضباط مكلفين بالتواصل المؤسساتي الهدف هو طمأنة الناس هو رصد الأخبار الشائعة هو تطوير المحتوى الرقمي الموجه للمواطنين لطمأنتهم كما قلت لكم بأن جائحة كوفيد ديزناف قسمت لنا المواطنين إلى قسمين الضحايا المباشرين هم الناس لتصابوا بالوباء أو لتوفاوا العائلات ديالهم والناس لكي يخضعوا معهم من الحجر ثم هناك القسم الثاني وهو الضحايا المفترضين وهالضحايا المفترضين هم عموم الناس اللي بقوا يرزحونا تحت نير وتحت هول الخوف والرهبة والفزع وبقوا خايفين على الأولاد ديالهم على الممتلكات ديالهم في الأماكن ديال العزل إذن الشنون اللي كان نطلب مننا كمؤسسات أمنية هو كما قلت لكم ضمان استمرارية المرفق العام الشرطي ثانيا تطوير آليات التواصل المؤسساتي كيفاش تطوير آليات التواصل المؤسساتي أو الإعلام الأمني كما كتعرفوا جميع المؤسسات الأمنية أو جلها تتوفر على حسابات رقمية على وسائل الاتصال الجماهيري على فيسبوك على انستغرام على تويتر فما بقوش هذه الآليات تتطلع بالمهام الكلاسيكية ديالها أي التواصل بخصوص القضايا العامة أو قضايا الجرائم أو الخدمات شرطية لا أصبحت آلية للتواصل الآن والفوري مع المواطنين لأنه لاحظنا بأن أغلب المواطنين ولو يلجأوا هذه الحسابات للسؤال ولو أمام كم كبير من الأخبار الزائفة ولو يبحثوا على المعلومة الصحيحة من المصدر الرسمي ولو يطرحوا أسئلة مباشرة على مصالح الأمن ومصالح الأمن كانت ملزمة باش طمأنه ترفع منسوب الإحساس بالأمن عند هاد المواطنين ولهذا الحال في المملكة المغربية على سبيل المثال قمنا بتطوير مجموعة من التطبيقات المعلوماتية وضعنا واحد التطبيق تفاعلي باش ما يربطش الاتصال المواطنين بمصالح الأمن على عبر الرقم 19 أو كما في الولايات المتحدة هنا في المملكة المغربية يمكن يدخل من المنزل ذيالو ويدخل هذه الشاشة التفاعلية أو هذه التطبيق التفاعلي ويقوم بالتبليغ على جميع الحالات الخرق التي تهدد الأمن الصحي للمواطنين إذن هذه بعجالة كانت واحدة توطيعة قبل أن نترك الزملاء ديالي يقدموا مداخلات ديالهم أولاً سأعطي الكلمة لسيد محمد البشتي من دولة ليبيا الشقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأتكلموا سريعاً جداً على مثال حي صار في ليبيا أول ما صارت الكوبيد ناينتين كان التبدد في التطعيمات والتبدد في أخذ الجرعات كان سلبي جداً جداً في بداية الكوبيد وهذا ناتج على الشائعات الموجودة في التواصل الاجتماعي أيضاً أثر في ذلك لهو المداخلات من الأطباء سواء متخصص أو غير متخصص سواء يطعن في هذه التطعيمات أو يوجه الناس إلى عدم التطعيم فصار فيه ركود في التطعيم وتزايد عدد المرضى وتزايد عدد الوفيات فجلست معهم كاستشاري في مركز الوطني لمكافحة الأمراض بداية كان العمل القنانو دعونا نحدّو الوسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في ليبيا فكان فيه الفيسبوك حوالي 86% من المستخدمين التواصل الاجتماعي موجودة ومتمكنة في الفيسبوك دبنا دراسات تانية اللي هو من هم أكثر شريحة تتقبل التغيير أو تقبل بالشائعات هل هو العنصر النسائي أو الرجالي دبنا عدة استبيانات طبعاً السنة العمرية المستوى التعليمي المنطقة فهذه كلها دبناهم دراسة كاملة واخرجنا منهم عدة مؤشرات حقيقة قبل الورقة متاعي اللي متاع بكرة قبل نتكلم عن المؤشرات اللي صدرناها اللي هي توجيه الإعلام في النمط الصحيح وعزل الشائعات على هذا المسار فدبنا عدة نظريات في هذا هي نظرية واحدة منهم نظرية التكرار مش هنتكلم عن النظرية ولكن التكرار دبنا استخدمنا وسائل راديو وسائل إعلام اللي هو التلفزيون أو المرئي استخدمنا أيضاً المنصقات في الشوارع الرئيسية اللي هي التطعيم لصحتك لأولادك للحوامل فكانت عدة نشرات في هذا الجانب وكما تفضل السيد دبنا اللي هو مركز اللي هو كول سنتر اللي هو يبد على أي استفسار على هذه التطعيمات هل هي إيجابية لصالح أو غير صالح لأن السنة العمرية أنا كنت مذكور من أن ناخذ فكل الإجابات كانت من مختصين فحددنا مصدر المعلومة هذه أول شيء لمكافحة شائعات هي تحديد مصدر المعلومة بحيث تكون معلومة صحيحة وأكدنا عن معلومات متاعنا مثل الحوامل مثلاً طبعاً الديبلويتش أو أجازة التطعيمات الحوامل فأخذنا الفيديو متاع الديبلويتش أو إن إنجليش وترجمناه العربية وحطناه في الموقع الفيسبوك دعنا نتكلم عن الفيسبوك الفيسبوك طبعاً دابت نمط جديد اللي هو العلامة الزرقاء العلامة الزرقاء في الفيسبوك معناها اللي هي الجهة رسمية لهذا المصدر ما فيش أي حد يزيف صفحة إلا برجوع للعلامة الزرقاء لو واحد فتح أي صفحة ثانية تخاطب الفيسبوك وتعطيهم إشعار إن هذه صفحة مزيفة يقفلوها رأي طوي فهذه من الميزات بعدين لما طلعت التطعيمات طبعاً التطعيمات عدة أنواع بايزر سبوتنك استرازينك وطير فدخلت فيها السياسة اللي هي زي الشائعات لسياسة معينة السياسة الاقتصادية فطلعوا إشاعات على إن المصل الصيني غير صحيح ولا يؤدي الغرض ما صارش الناس كلها قاعدة السل تاخذ في المصل الصيني خلاص داو الاتحاد الاتحاد الأوربي تشريع تاني شوفوا هنا لو لا بالخبر التوجيه التاني بالتشريع شاندارو لو أنت بتسافر لاتحاد الأوربي لابد تكون عندك الاسترازينكا أو الفايزر قبل الاسترازينكا فقط بعدين أضافوا الفايزر مؤخراً يعني على أشهد أن يجعلوا المجتمعات كلها اللي عندها مصالح مع الاتحاد الأوربي ما تقدش المصل الصيني غير أن الفايزر التبكيب امتاحها لـ RNA يتغيير في RNA بينما المصل الصيني متعاون فيه أيضاً في البرنامج الوطني مكافحة السرطان فكان فيها مرضى السرطان في الأول كانوا لم يأخذوا الباكسين الصدمة للشائعات فقط فكان التغيير هذا النمط حطوص أخذ مننا وقت كثير جداً هناك نظريات التي هي لا يوجد نظرية الخبر السريع هناك نظريات التي هي التوطين أنا خايف نطيل الواحد نأخذ الكلام كله توجيه البطيء والاسترمار عليها فنشوفوا كيف النمط لهذا أهم شيء لتحقيق أي نظرية هي إتبات وجودها في الواقع فنجبوا عينات من مرضى السرطان لأخذوا الكوفيد الجرعات إنهم تحسنوا جداً أخذنا مرضى نساء الحوامل ودخلناهم في الفيسبوك وفي الآلقات إن الكوفيد لا يؤثر عن مرضى الحامل بالعكس ما جهاش الكوفيد وهذا لصالح هي وصلاحها لصالح المولود والإصالح أبناء إذا كان عندها أبناء فهذا كان جانب جانب إيجابي إن له الإقناع طبعاً هناك نظرية كاملة التي هي النظرية التي تتويتها أخذنا سنتكلم عليها في هذا الجانب لكن تطبيق النظريات مهم جداً في إيصال أي أي معلومة صحيحة للمجتمع التي تفضل بها في الجلسة الأولى السادة لمن توجه المعلومة طبعاً فيها خدث فيها في دورة في بريطانيا 2014 وهي كيف يتعلم الناس مهمة جداً للإعلام مهمة جداً لأن يأخذها لابد تأخذ كيف يتعلم الناس لما تعرف كيف الخبر لمن تسوق للمشتوى المستوى راقي أو المتعلمين لم يكن يقول راقي يعني بعدين يزعلوا الجماعة هل الطبقة المتعلمة أو الطبقة مثل العاملة أو حسب الخبر لابد توجهها بطريقة نمطية أني طبعاً مش ضد الصحافة الإلكترونية ولكن ما يفهمش الإلكترونيك هذا النمط لمن توجه رسالة رسالة لابد توجه إلى فئة معينة يسمون فئة أن هذه أصعب رسالة لما توجهها التي هي غير موازية للكبية والصغية والمتعلم والغير متعلم فهذه تأخذ تأخذ صعب جداً لإقناع الطرف الثاني بهذا الخبر لكن أهم نقطة هي الدليل الصحيح نشوفه في الجانب القرآني اليهود دائماً يعودون إلى الشيء المادي المادي لاش يبه حاجة ملموسة لا دائماً يعني أتينا بمائدة يبوا حاجة مادية فالمادية أسرع جداً للإقناع حتى في الطب لابد أن تشوفه التشريح يجبوا لبادي يشوفه لما تشوف حاجة مادية ملموسة يعني تعطي الإقناع أكثر من أي شيء تاني في هذا الجانب في عملية الدفن يعني لما تأخذ جزء من تراب وتحطها هذه لما أنت تعرف أنت أين ماشي في الدنيا نهايتها لما تلمس التراب معناها أنت تعفوحك مصيرك وين يعني في النهاية بقل هذه لابد يعني هي من السنة ولكن في توجيه إعلامي غير مباشر في لمس التراب لهذا خلاصة يعني تطبيق النظريات في صد الشائعات مهم جداً جداً والإتبات وجود الشيء لتحقيق هذا يعزز من الخبر ونجاح الخبر من مصالح المصطح العامة للتوجيه الصحيح لأي نمط نحتاجه ومشكوين جداً على المدخل شكراً دكتور للتوضيح الإخوان المشاركين هذه الجلسة ستكون عبارة عن جلسة نقاش وتفاعل يمكن لكم ترحوا أسئلة حتى السادة المتدخلون ما سترحوش ورقات أو مداخلات بالمفهوم الأكاديمي ولكن ستكون نوع من التفاعل مع الأسئلة ونقاش تفاعلي إذن الكلمة الآن للدكتور إبراهيم بن هلال العنيزي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا الأقر الأمين الحقيقة هنا سأتكلم جائحة كرونا والناحية الاجتماعية النفسية عندنا نظرية لسيمون فيرويد وهي تكون اللاوعي وهو اختزاء للعقل والمشاعر والمدارك والأحاسيس لكن ليس نحن بصدد شرح هذه النظرية بقدر أنما نتكلم عن موضوع الوعي الاجتماعي وعلاقته بالجانب الصحي أو بالأمن الصحي بالأحضر حقيقة أنا أجريت بحث في أثناء جائحة كرونا عام الواحد وعشرين عنوان البحث كان الوعي الاجتماعي وعلاقته بالأمن الصحي ونشر هذا البحث في مجلة جامعة الإمام جامعة العلوم الاجتماعية الحقيقة العلاقة المشكلة عندنا في مجتمعنا العربي والإسلامي مشكلة يعني حقيقة تجدنا على المستوى النظري المستوى الفلسفي المستوى التفكيري جيدين ولا أروع منها حقيقة عندما تسأل عن الوعي خلال هذه الجائحة تجد أن كل العينة الدراسة والمجتمع لأمامك مثاليين في مسئلة الوعي ونعاني بالجانب الآخر من هذه الفلسفة النظرية وتطبيقها على أرض الواقع ويا للأسف هذا قد يكون من أسباب وضعنا في مذيلة الأمم وأن لعلني لا أكون يعني متشائم لكن الحقيقة نحتاج إلى أنه نزيد من جرعات وعينا وما نفكر فيهم وما يكون لدينا من مبادئ وأخلاق وأدب تطبق على أرض الواقع فكان يعني أسلافنا من الصحابة رضي الله عنهم يعني خلقهم كان ما يقولونه هو ما يفعلونه وهذا الشيء الجميل في الحياة أنه ما تحمله من مبادئ وأفكاره هو التي تطبق على أرض الواقع علاقة الوعي الاجتماعي وعلاقته في الوقاية من هذه الجايحة الحقيقة يعني كانت يا للأسف من خلال الدراسة التي أنا أجريت وشفت يعني تعامل المجتمع كان يعني بعيد عن ما يطبق لأنه في ضغط اجتماعي على الفرج يعني لدرجة قد يكون بتخصص طبيب واثناء المناسبات والتجمع الضغط الاجتماعي يجعله ينزع كل الاحترازات ويدخل في معمعة القضية وهذا يعني يلغي كل ما حمله من وعي صحي وإرشادات صحية وما تكلم فيه مع مجتمع الذين يراجعون والذين يعني منومين في المستشفيات لديه فوجدنا من خلال النتائج هذه الدراسة إنه الضغط الاجتماعي سيطر على الوعي الصحي في هذا الجانب سيطر سيطرة تامة من خلال الضغط هذه النتائج الحقيقة يعني لم تعكس ما يحمله هذا الإنسان سواء من عامة المجتمع أو من المتخصصين في الجانب الصحي فنجد أنه هناك ضعف جدا في تطبيق ما تحمله لا لا يعني من خلال الدراسة اكتشفنا أنه الجميع لديه وحي والجميع يدرك أبعاد وأخطار هذه الجائحة لكن يا للأسف أنه لا يطبقها على أرض الواقع من خلال الدراسة اكتشفنا هذا الكلب الحقيقة يعني كيفية الوعي شرحت وزارات الصحة في الدول العربية مشكورة جميعها كيف التعامل مع هذه الجائحة من خلال التباعد من خلال ارتداء الكمام من خلال عدم السلام والتقبيل والمصافحة في الأيدي فكان هذه هي التوجيهات وكل من اتبع هذه التوجيهات يعني حقيقة تجنب الإصابة في هذا الفايروس فلذلك نحتاج إلى رفع مستوى الوعي كيف نحتاج إلى رفع مستوى الوعي في مجتمعات هذا هو السؤال اللي يطرح على مسامعكم ويطرح في وسائل الإعلام ويطرح في كل مكان وزمان كيف نستطيع رفع مستوانا مستوى الوعي لدينا سواء في أكرونة ولا في غيرها حتى في المخدرات حتى في السكر حتى في الأشياء كيف نستطيع رفع مستوى الوعي لدى أبناءنا والوعي هذا قد يشتمل الجانب الصحي الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي الجانب يعني كثير من الشباب الآن قاعد ينتحر انتحار اقتصادي لنفرض لم يكن لديه الإدراك والمعرفة في تسهيل أموره هذا في الجانب الاقتصادي في الجانب الصحي الشباب مندفع ليس لديها الإدراك من خلال وسائل التربية والآن اشترك في وسائل التربية حقيقة وسائل كثيرة دخلت على الخط في مجال التربية ناهيك عن الأسرة ناهيك عن جماعة الرفاق ناهيك عن المسجد جماعة المسجد الشارع المجتمع المحلي دخلت تناك وسائل التواصل الاجتماعي وهذه هي الشر المرسل للشباب أصبح الشاب وهو في غرفته مسكر عليه أصبح يعيش في عالم افتراضي بعيدا عن الوالدين والإقوان وإلى آخر وتعبى هذه الأدمقة من ثقافات مختلفة تماما وأطرها المرجعية تجاوز الحدود أنا ما زلت تكلم عن الوعي الاجتماعي كيف نستطيع أن ندرك أبنائنا ونوعيهم من الجانب الصحي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي وإلى آخر أنا في ظني وهذا المفترض بصفتي حقيقة يعني اشتغلت في وزارة التربية والتعليم أكثر من خمسة عشر عاما مدرس ثم مدير مدرسة ثم مشرفا تربويا ثم التعليم العالي مع الطلاب نفسهم أنا في ظني أنه يجب أن نغير أساليبنا التربوية مع أبنائنا تغير الزمان وقيل في المأثور رب وأبنائكم لزمان غير زمانكم وهذه المقولة صدقة العام في وضعنا الحال دقيقة شيخنا أستأذنك دقيقة لأننا عامل وقت ما عدلت بأن حقيقة عطيته الدكتور محمد وقت كثير وأنا لما جاء الموضوع زين قعدت تقولون انتهى الوقت سأختم بطريقة كيف نتعامل مع الوعي أنا أتكلم عن الوعي الاجتماعي وعلاقته ليس في كورونا كورونا بمشيئة الله ستنتهي وترحل لكن يجب أن نحافظ على النشأ العربي المسلم الآن وكيف نحافظ على هؤلاء يجب أن نغير سليبنا التربوية مع ابناءنا وهذا حتما حتما أن سنغير يجب أن لا نقف في مكاننا ونقول أنه خلاص ابناء الجيل ذات جيل الفاسد هذا جيل التقنية فكون منه ما نستطيع نتعامل معه لا لا يجب أن نتعامل ويجب أن نطور أنفسنا يجب أن نضيف برامج إلى أدمغتنا في عملية التربية الحديثة ابنك الصغير ذات الاثنى عشر سنة هذا لديه معلومات أكثر منك من خلال التقنية وأجهزة التواصل فيجب أن نطور أدمغتنا ونتعامل مع أبناءنا بطريقة سليمة حتى نستطيع أن نؤثر في الوعي الصحي والوعي الاقتصادي والوعي حتى الغزو الفكري تذكرون أن معظم الدول العربية والإسلامية مرت بكارثة الإرهاب ومن أبناءها يلا لأسف وهذا قصور منا كأبا وكامربين يجب أن نحتضن أبناءنا قبل أن يحتضنهم غيرنا والآن دخلت التقنية إلى بيوتنا وإلى غرف نومنا وهذه هو الجانب الذي يحتاج أن نكافحه ونطور من أنفسنا من أجل الاستباق بضم أبناءنا إلينا أرجو أني أفدتكم في هذه الدقائق القليلة وأعتذر عن الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لإبراهيم وشكرا لساعة صدر لكم ولكن لدينا حق هاجس الوقت ما لدينا أظن الوقت يتقلص أكتر كل يجي نحن هو كما يقول فقهاء قليل ونقليله الكلمة الآن للدكتور عبد العليم عبود فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم أنا يعني أحاول بقدر الإمكان أننا في بعض الدقائق المحدودة أستعرض الدراسة أنا تم تنفيذها بعنوان الاستراتيجيات المستقبلية لإدارة أخطار الأوباء والكوارث الصحية في ظل تجربة أزمة فيروس كورونا المستجد الدراسة نشرت في مجلة تصدرها جامعة نايف هي دراسة محكمة وصدر عدد خاص عن أزمة كورونا وكانت هذه الدراسة التي أعددتها ضمن هذه الدراسة هختصر يعني بشكل كبير جدا وبقدر الإمكان في دقائق معدودة أهم ما توصلت إليه الدراسة طبعا أزمة فيروس كورونا كانت من الأزمات العاتية التي صنفها الكثير في على مستوى العالم أجمع على أنها أشد خطورة أو تأتي أو خطورتها تأتي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وترتب عليها العديد من التعداعيات التي استعرضتها الدراسة ثم تطرقت الدراسة إلى محاولة التنبؤ باستراتيجيات مستقبلية في مجالات متنوعة بحيث أن لا يقع العالم فيما وقع فيه من تخبط في أثناء التعامل مع هذه الأزمة وعلى الرغم من أن العالم تعود على أنه بيواجه أوباء وأزمات صحية كثيرة وآخرها كانت 2018 اللي هي أزمة الأنفلونزة الأسبانية بل أن التاريخ بيشهد أن تقريبا كل قرن من الزمان كل مئة سنة بتحدث أزمة عاتية في المجال الصحي الأزمة أو الأزمة الخاصة بكورونا تركت تداعيات خطيرة جدا على كافة مناحي الحياة على سبيل المثال في المجال الصحي ثبت أن حتى الدول التي نظن أنها يعني في مقدمة العالم من حيث التقدم والإمكانيات وخلافه لم تستطع أو لم تفي إمكانياتها بالتعامل مع هذه الأزمة وانهارة النظم الصحية في بعض البلدان المتقدمة حتى أننا رأينا جميعا المرضى في الشوارع والمرضى في ملاعب كرة القدم والمرضى في منشآت غير صحية خصصة لاستيعاب الأعداد الكبيرة ترتب أيضا أن ثبت أن رغم الإنفاق الكبير جدا للدول في مجالات متنوعة لو قررنا بالإنفاق على السلاع على سبيل المثال إلا أن الإنفاق على الأبحاث على الأبحاث المتعلقة بالتطعيمات والخاصة بمواكرة الأوباء في حالة يرثى لها وبدأنا نلهث وراء الشركات الكبيرة المنتجة للأدوية في العالم ونستجديها ناطل جزء كبير جدا من الطاقم الصحي لم يستطع التعامل وأصيب مع الأزمة واستعنى بمؤسسات أمنية والمؤسسات الأمنية الحقيقة لعب الدور كبير جدا في مواكرة أيضا ثبت أن القطاع الصحي الربحي لا يعول عليه في مواكرة الأزمات والكوارد الصحية هو قطاع يهدف إلى الربح بالدرجة الأولى المنشآت الصحية الخاصة ولكن في الأزمة الحقيقة بل هم استفادوا يمكن كما تعلمون تكاليف الفحوصات وخلافه استفادوا في مجال التعليم ثبت أننا طبعا كل هذه التدعيات يعني الدراسة وهي معي الذي يحب أن يزوده من نسخة منها لا يوجد مانع أن تحتاج مستقبل أن نغير نزود الأنفاق على الدراسات الخاصة بالتطوير اللقاحات وخلافه أن نرفع مستويات المادية والتعليمية للعاملين في القطاع الصحي أننا في فئات معها كذا مش عايزة أطيل لأن الموضوع كبير في مجال التعليم ثبت أننا عندنا يعني تحولنا إلى لولا التقنيات التي كانت موجودة والحمد الله يعني دول العربية ودول الخليج بشكل بشكل خاص يمكن كانت قطع شوط كبير جدا في مجال التقنية ساعدة بشكل كبير لم تتوقف العمليات التعليمية أبدا لا في الجامعات ولا في المدارس وثبت ده بيستدعي مستقبلا أن نحن نغير نظرتنا للإنفاق على التعليم الإنفاق أصدر الإنفاق التقليدي بناء المدارس والفصول وإلى آخره أن نحن محتاجين ننفق أكتر على التقنيات على الزكاء الاصطناعي على تدريب الهيئات التدريسية والطلاب على كيفية التعليم والتعامل في مجال التعليم عن بعد كل ده محتاجين أن نعيد النظر فيه مستقبلا أيضا حصلت تداعيات في المجال الاقتصاد وشفنا انخفاض الأسهم وسقوط البورصة وخسائر شركات الطيران نتيجة توقف حركة الصفر شفنا في الجانب النفسي وساعدت الدكتور أشار لي والجانب الاجتماعي وما ترتب على الجائحة من فرض تقليل الخروج من المنزل بل أن بعض الدول منعت لفترات معينة الخروج نهائيا من المنزل وما ترتب عليه من إصابة البعض بحالات نفسية وحالات اكتئاب وتغيرت خارطة العلاقات الاجتماعية في الفترة التي صاحبت الأزمة أيضا في المجال التكنولوجي وده أهم مجال حصلت أن تم الاعتماد كثير بشكل كبير جدا حتى في أبسط الأشياء وهي المطاعم وطلب الوجبات والتعامل معها من بعد من خلال التقنيات والتقنيات هنا ساعدة الدول طبعا في دول كثيرة للأسف الشديد بتفتقر إلى مثل هذه الأمور عانت ومازالت تعاني حتى في دفعت أو الفاتورة بتاعتها كانت أعلى كثيرا من الدول التي استطاعت أن تفي بمتطلبات التعامل مع هذه الأزمة إذن خلاصة القول حتى أعط الفرصة لزميلي أن الأزمة كانت تجربة خطيرة جدا وزي ما قلت لكم أصحاب السعادة أنها صنفط أنها أخطر أزمة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية السؤال اللي بيطرح نفسه هل بعد ما تنتهي الأزمة وهي إن شاء الله في سبيلها إلى الانتهاء المثل عندنا بيقول ترجع ريمة لعادتها الأديمة هل إحنا يعني خلاص الأزمة انتهت ولا هنرجع نشتغل على الثغرات اللي أفرزتها الأزمة في كل القطاعات اللي أنا ذكرتها ده سؤال مهم جدا وبشكركم وآسف على الإطالة شكرا شكرا الدكتور عبدالعليم عبود الكلمة الآن لأننا الجيال منظمة علمات نبوح طارق بأن الدكتور سعيد الدبي سيكون ملزم بشي قدم مداخلة مختصرة لأنه عنده طارق وعنده واحد الاجتماع عاجل فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم نصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف المرسين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد دي بدا أسمح لي أيها السادة أن نشكر كل من كان وراء هذه تظاهر العلمية وهذا الملتقى العلمي حقيقة يذكر فيشكر بصراحة بعد زائحة كوفيد ناينتين اجتمعنا تحت رعاية جامعة نايف وليسيسكو في هذه التظاهر العلمية ترتيب تشكر بامتياز ترتيبا وإدارة حقيقة وتنظيما أنا بودي أنين مجموعة رسائل نرسلها ندي برينستورمينج في الموضوع هذا بصراحة كوفيد ناينتين إلى حد الآن إن شاء الله نتمنى أن نحن يجتزنا هذه المرحلة مرحلة هذا الواباء إن شاء الله كيف ما يقولوا هذا حد السوء لكن حقيقي لحد الآن ما عندنا لا يشتقه معظم الناس أنه فعلا هل هو صناعة أم طباعة هل هو كوفيد ناينتين هل هو مصنوع صناعة وراه صراحة أنا بنتكلم بتجرد مطلق هل هو فعلا وراه مردود اقتصادي من بعض الدول وعلي بعض الناس وبعض المضار تشوفه اقتصادية نفسية اجتماعية حطمة العالم بالكامل حقيقة لكن إلى حد الناس الناس ما عندهاش هل هو فعلا هذا الوباء هل هو مولد توليد أم هو هو وباء إلهي من عند ربنا جل شعلا الموضوع الثاني فعلا ما فيش اتفاق إلى حد الآن في تشخيص هذا الوباء أو هذا المرض كما أسلف زملائي صراحة السابقين حقيقة خذوا حل الموضوع عطوا حق قتلوه بحتا فعلا أن الموضوع إلى حد الآن بصراحة ما استفدناش نحن مفاجآت نشتعل مفاجآت إلى حد الآن ما عرفناش لو جي وباء ثانية وآخر وثالث كيف لازم نحن كنا عندنا بنية تحتية قوية قاعدة بصراحة من وعي الناس من الدكاء الاصطناعي المفروض نركز عليها فعلا صح ما نصدق أي حاجة الإشاعة فإلى حد الآن بصراحة ما استفدناش أنا بودي أن هذا المؤتمر أو هذا الملتقى نطلع بتوصيات هذه التوصيات حقيقة تكون عملية واقعية نوزحها على كل كل الدول الأعضاء في الإسيسكو على قل يبدأ عندنا تحصين أو على قل نبدأ عندنا وقاية أو يبدأ عندنا على قل نطلع براي موحد من الإسيسكو وأنه ما نبدأ نفس المأساة التي وقعنا فيها اليوم وأصبحت مضارها ومشاكلها حقيقة كما ترون وكما يقول المثل الذي عضك يوقضك لسنونك ونقوله طبعا ينبهك إلى أسنانك على أقل لا تكرر نفس المأساة والذي بحق مرة الله لا تسامح الحقيقة يقول الله يسامح الحقيقة الحقيقة نتمنى نستفيد من هذه التجارب طبعا نعم عينا العالم الحقيقة العالم وما في شك العالم الغربي العالم المتقدم العالم الصناعي حقيقة يشتغل عليه بقية الدول اللي هي الدول النامية الدول اللي هي كده كده بنسميه كما نسميه اللي هي مش متقدمة صناعيا ومش متقدمة طبييا ومش متقدمة اللي مزالت قاعدة تأكل وتشرب طبعاً على الاقتصاد الاقتصاد مهم أصبحوا ليحرك العالم صراحة فتقريبا هذه الرسائل اللي بنوجهها نتمنى نحن نناقشها نتمنى نطلع على قل من هذا الملتقى بتوصيات لأن بصراحة مهم جداً هذه الملتقيات أن نتوجه لرسائل للعالم الثاني وتكون على قل عندنا مناعة في المستقبل على قل العالم الإسلامي والعالم العربي عندنا مناعة ما مناعة طبعاً بمعنى المناعة أننا ما نتأثرش أو عندنا وجهة نظر على قل شاملة وعامة أننا من تأثرش ومن تأثرش بالعالم الغربي أو العالم الآخر شكراً على اهتمامكم وبرك الله فيكم وآسف علي طالع شكراً الدكتور سعيد الدبي قبل أن أفسح المجال للسادة المشاركات والمشاركين للمساهمة في إثراء هذا النقاش أود أن أعرج على ثلاث نقاط مختصرة وهو أنه من دروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 هناك نوع من الضروريات أو الإملاءات التي فرضتها الجائحة أولاً الإملاء الأول أو الضرورة الأولى وهي حتمية الانتقال الرقمي والحوسبة الشاملة لمجموعة من القطاعات الحكومية كما عين الجميع فالعديد من الدول لقات نفسها بين عشية وضحها أمام حتمية التعليم عن بعد ولكن إذا كانت غياب أو انتفاء البنية التحتية المعلوماتية سوف تعوق الدراسة والتحسن أيضاً المؤسسات الأمنية ضروري أنها تنخرط في حوسبة شاملة أو الانتقال الرقمي للمجموعة من الخدمات لأن المؤسسات الأمنية وجدت نفسها أمام ضرورة دي الخدمات الرقمية للمواطنين جميع الخدمات أصبحت تقدم عن بعد جميع المواعيد سواء لإجراء المساطر القضائية أو الوطاعة الإدارية فرضت اللجوء إلى التقنيات فهذه مسألة ضرورية واحتمية النقطة الثانية وهو ضرورة تطوير الأمن السيبراني كما تفضلها الزملاء صباحاً فمع بروز ظاهرة أو جائحة كوفيد 19 لاحظنا في مؤسسات الأمنية ظهور نوع من الأنماط الإجرامية المستجدة لاحظنا نزوع مفرط ومصرف إلى الجرائم الإلكترونية والسيبرانية لاحظنا ارتفاع منسوب الجرائم الاحتيال والتدليس والغش الإلكتروني جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت لاحظنا نوع من الجرائم التي تستهدف تجارة الإلكترونية فهذه الأنماط المستجدة من الجرائم الإلكترونية فرضت أيضاً أن المصالح الأمنية تعزز الأمن السيبراني بشقه شق أمن نظم المعلوميات والشق المتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية المعطى الثالث وهو ضرورة الارتقاء بالإعلام الأمني في المؤسسات الأمنية فبالنسبة للمملكة المغربية المديرية العامة للأمن الوطني المكلفة بالأمن العام وجدت نفسها خلال مرحلة الطوارع الصحية مرحلة الحجر الصحي فقط ملزمة أنها تقوم بإنجاز 7800 روبرتاج إعلامي أي التواصل مع المواطنين فكيف يمكن التواصل أو إنجاز 7800 روبرتاج أو عملية تواصلية بدون توفر على كوادر وأطر ملمة بالتواصل المؤسساتي وملمة بالإعلام الأمني لأن المحتوى الموجه لطمأنة المواطنيين يلزمه ناس متخصصين إذن هذه ثلاثة الإملاءات حاولت أن نتشارك معكم قبل أن نفتح المجال للسيدات والسادة الحاضرين فليتفضلوا مشكورة مشكورين دمين من سلطنة عمان دمين من سلطنة عمان يقول أننا نعكوا من صفح المجال لحقوق الغرفة حصلة إلى جنوب إعلام نعكوا معهم ونعكوا من صفح المجال في أي صفح المصول نعكوا من صفح المخصوص ورصة إظناء تتضغل ونعكوا معهم أنهم يرقوا المترجم للقبهة الداخلية في التعامل مع المجتمع فهل أستطيع أن أقول هناك من خلال دراساتكم من خلال تتبعكم هل هناك في مساحة يعني أستطعنا أن نحققها من خلال الجمهور الداخلي هناك أيضا بعض المنظرين يقول هناك في ضعف في القانب التوعوي لدى المؤسسات الأمنية وأيضا حتى لدى المؤسسات الصحية فكيف نحقق هذا التناغم في التعامل مع الأزمات ولا سيما نحن إلازلنا أيضا في أزمة كورونا شكرا لكم سؤال مهم هو أنا يمكن فتن الإشارة وأنا باتكلم عن أن ظهر بما أننا بنتكلم عن الإعلام اللي ساعدتك أشارته له أن ظهر حاجة جديدة إذا نحن عملين نتكلم عن الإعلام الأمن الإعلام الأمن الإعلام الأمن لأ في حاجة جديدة ظهرت أو أفرزتها هذه الجائحة وهي الإعلام الصحي الإعلام الصحي يعني مين فينا يعني في بعض الدول انتهجت أنها حتى تنظم مؤتمرات صحفية يومية أو إسبوعية أي أن كانت الفترة يقوم أو يؤديها مسؤول صحي مع مسؤول أمني الاتنين في نفس المؤتمر الصحي أو أكتر وكانت ناس بتترقب وتنتظر مواعيد هذه المؤتمرات الصحفية للمعرفة والحصول على مزيد منها اللي اتمنى ده بيخلينا نفكر أن لازم يبقى فيه برانش أو فرع الديد كده في مجال الإعلام وهو الإعلام الصحي لأنه لعب دور كبير جدا في العمل الاهتمام بالإعلام هو يعني ما فيه شك بأن الملتقى كله عن الإعلام والإعلام الأمن على واحد التحديد هو في غاية الأهمية وبالذات زي ما عرض فيه عن الإعلام الجديد أنت عندك دلوقتي وسيلة خطيرة جدا إذا لم تتنبه لها الدول والمسؤولين سوف وحتى الحرب الحرب دلوقتي بقت حرب مش بالضرورة هي حرب أسلحة ده فيه حرب أخرى تشن من خساء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني من خلال الإعلام وأصبح الإعلام وهنتكلم فيها على أن الإعلام جزء أساسي في الحروب حتى اللي بتتم بين الدول اللي بينها حروب عفانا اللهم من الحروب فالمهم مهم جدا فعلا الاهتمام بهذه النقطة الجزئية اللي ساعتك أثرتها ونبقى فيه لأن إحنا ساعات يعني آسف في التعبير في وقت الأزمات عاملين زي آسف زجاجة المياه الغازية يعني ما نفتحها يحصل لها إيه مش بتفور كده وبعد كده إيه تبدأ تهبط فإنه أرجو أن إحنا نستفيد من الدروس وأولها مجال الإعلام شكرا جزيلا حقيقة يعني أنا أشكر سعادة العقيد على السؤال مهم جدا أنا إذا كنت فاهم السؤال صح فهو على أساس إننا نترك مسافة للتلاحم بين أفراد المجتمع أي مجتمع أن كان يجب أن يكون هناك أولا معالجة وسائل الإعلام بشكل ولا تترك يعني الفرقة بين المجتمعات مثل وسائل الإعلام والآن وسائل الإعلام يا شباب في المجتمعات كلها صايرة مثل لعب مثل فريق الكرة شيء هجوم وشيء دفاع فأعلامك قاعد يدافع وأعلام غيرك يهجم عليك وهذا اللي يحاصل نهيك عن أيضا وسائل الإعلام اللي أنا سميه فيه 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 وهي حقيقة أشد خطورة من الإعلام الظاهر وهي أجهزة التواصل الاجتماعي والبرامج لأنها تدخل عليك على أنها صديق وتدخل في المجتمع تبث سمومها على أنها صديقة للمجتمع فلذلك يجب أن نرفع الوعي بخطورة هذا الهجوم الإعلامي لضارف المجتمعات بشكل قوي فمن خلال رفع الوعي في المجتمع وهذا لا يأتي أركز وأعيد كلامي لا يأتي إلا من خلال التربية لأبناء تربية أبناءنا هي لتعزز وطنيتهم تعزز انتماؤهم للمجتمع في نظرية هذه النظرية لعالم اسمه هيرشي وهو يتكلم عن الجريمة وأسباب الانحراف السلوكي فقال في سبب واحد يسميها لارتباط له نظرية كاملة اسمها لارتباط كلما مبدأ النظرية يقول كلما قوية ارتباط الفرد بمجتمعه كلما قلّى ارتكابه للسلوك المنحرف فلذلك كيف نكسب أبناءنا كيف نطور عقولهم نزرع فيهم الوعي نحن قربنا هذه المساحة وضيقناها بحيث لا يكون هناك أبد أي شحنات أو مختلفة شكرا دكتور تفضل قاتلنا أربع دقائق لأنه عندنا عامل وقت يتحكم فينا تفضل باختصار لا يزيدوا شي سؤال مشكور جدا على السؤال سؤال قيم جدا يعني كل تفضل بي السادة لي هو التفضل في السيد الدكتور عبود والدكتور العنيزي يعني أعطوه جوانب جيدة جدا يعني اللي هو الأعلام الصحي أنا من ضيف حاجة بس يعني سريعة باش من أخذش من الوقت العالم كله يعني نحن جزء من العالم لابدنا نشوفه العالم يعني حتى حتى ماذا فعلوا ونشوفه ننديوا مرات أفضل منهم وننظر نشوفه لكن دائما نشوفه أولويات مالا صنعوا ونشوفه نحن على الأقل نديوا مرات آليات فكانت في حاجة اسمها بوتوكول علاج موحة طبعا تفاهم الدول كلهم حطوا بوتوكول للعلاج بعدين لتوى يشتغلوا على بوتوكول الوقاية حتى نحن مفروض يعني نفس القلتها بارك الله وفيكم مشكورا حتى تفضلوا في الدكاترة نحن مفروض نشتغلوا على بوتوكول الوقاية بوتوكول العمل في الأزمات يعني حتى حتى في دينا الإسلامي يقول لا يلضغ المؤمن من الجحب مرتين نحن خلاص مفروض نديروا آليات ونحطوا بوتوكول موحد يريد تتبنى بعض الجهات وانا المؤتمر هذا أراه يعني وهو الحجر الأساس لهذه البوتوكولات وهي البوتوكول العمل في الأزمات وتوجيه الإعلام في إصدار هذه المذكرات أو التشريعات في وجهة العمل في الأزمات وممكن زي ما تفضل دكتور عبود ممكن ستضاف الإعلام الصحي في هذا الجانب لكن العمل الجماعي دائما أفضل ونستفيد من أخطاء بعضنا والاستفادة من خبارات البعض في تطبيق النظريات في إنجاح المرحلة السابقة وإن شاء الله نكون في الفترة القادمة نكونوا محضوا أكثر الجهود ونشتغلوا في أنماط أفضل ونزيد نعزز أكثر على هذا الملتقى العلمي الذي سيخرج بتوصيات جيدة إن شاء الله ونستفيد جميعاً وبرك الله وفيك معنا شكراً غير نقطة نظام قبل ما نفسح الكلمة للسيد العميد اللجنة المنظمات ارتأت أننا سننتقلوا للجلسة الموالية بدون بريك واليوم عرفت الصعوبة المهمة مسير الجلسة فجميع الضغط على مسير الجلسة إذا أصرفه اعتبره بأنه مشتطن وإذا تقاعس اعتبره بأنه نقوصاً فكالتمس منكم أنه تعذرونه لكلمة للسيد الزميل قدموا غير نفس دي لكم أستاذ النقطة الأولى هي الحاجة إلى الإعلام المتخصص والإعلام العلمي لأننا خلال فترة جائحة الكورونا وجدنا أن الهيئات والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات المختلفة لا تجد من يقوم بالعمل المهني الإعلامي على نحو المتخصص وبالتالي هذا يعطي توصية إلى كل كليات الإعلام في المنطقة العربية بأن تفتح تخصصات للإعلام العلمي المتخصص خاصة في إبارة الأزمات نقطة ثانية هي مسألة الثقة وهنا أتحدث انطلاقاً من بحث أجريت خلال 2021 وأقف على سؤال واحد من هم الفاعلون الموطوق فيهم حسب الدراسة؟ الفاعلون الموطوقين السياسيون 0.1% الخبراء 36.4% الأطباء 38% المسؤولون الحكومي 8.5% الإعلامي 5.4% المجتمع المدني 3.5% يمكن القيام بقراءات ليس لدى الوقت لها أتركها لكم النقطة الأخرى وهي توصية أعتقد أن خلاصة أخرى من هذه الجائحة ومن الأزمات الطبيعية والبيئية هي أننا بحاجة في العالم العربي إلى هيئة إلى هيئات وطنية لإدارة الأزمات البيئية والطبيعية وهذا مجهود كانت قد بدأت في الجامعة العربية خلال 2014-2015 في مؤتمر تخصى ولكن الجائحة اليوم أثبتت بأن الجهود المبدولة على قطاعات وزارية متعددة لم تعد كافية وربما نظرة كلاسيكية فنحن بحاجة إلى هيئات لإدارة الأزمات تتوفر على قطاعات للوجستيك قطاعات للمعرفة والتجربة والمعلومات والمعلومات أي لدوني وأيضا للإعلام والاتصال يمكن أن تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية للتدخل العاجل والفعال والآني إبان أزمات فجائية غير منتظرة شكرا جزيلا شكرا الأستاذ على هذه المداخلة القيمة الآن قد وصلنا أو أشرفنا على نهاية هذه الجلسة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة